اشتركوا في القناة 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 اللي صبرت على الحجاب استجابة لامر الله وامر رسول الله قل صبرا فان حجابك طريقة الى الجنة نقول صبرا لقائم الليل وصائم النهار والبارد والدين وواصل الأرحام وتالي القرآن صبرا فإنما لكم الجنة والله لن تصل الجنة إلا بالصبر والد سبحان الله يعني عندما نقول صبرا أنا وأنتم تتكلمون تتذكر آسية بنت مزاح وهي مقيدة والجنة تأتي إليها وترى الجنة وتدعو وهي زوجة من؟ أطغط طغي فرعون والله سبحانه وتعالى منكرمه لآسية بنت مزاح بسبب صبرها واحتسابها لأجر تريد ما عند الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا جعلها وضربها مثلا للمؤمنين والله جل وعلا يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا الذكر والأنثى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر